8 مارس في برنامج ريكاف ميدي على إداعات الحياة الفان كونوا في الموعد ريكاف ميدي مع سيعم حمدي من الثنين الخميس على الحياة الفان نص النهار 46 دقيقة نوصل معكم اليوم بصفة ستنائية حتى لساعتين في استضافة لعدد من نواب ولاية القيروان اللي مثلوا القيروان في البرلمان المقبل قبيل أيام قليلة فقط من انعقاد الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين وتسلم مهام النواب في تونس العاصمة حاضرين معايا في البلاتو أسدى النواب الجدد في انتظار أداء اليمين طبعا السيد أيمن نقرة عن دائرة القيروان الشمالية مرحبا بك سيهيمن أهلا وسهلا مرحبا بك أكثر سيهامي عايشك شكرا لك على الحضور معايا زيدا سيلوت في السعديبي عن دائرة تشبيك حفوز سيلوت في مرحبا بك مرحبا بك وشكرا لذات حياة أفهم برك الله وفيك معايا زيدا سيد طيب الطالبي عن دائرة القيروان الجنوبية سيطيب مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ذات الحياة أفهم شكرا لك معايا زيدا سيكاميل الكرعاني دائرة نصر الله منزل المهيري شرارده مرحبا سيكاميل يعيشك ومرحبا بك ومنزل كل المستمعي إن شاء الله يعيشك وجهنا الدعوة لكيفة النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية فما شكون اعتذروا فما شكون اكد الحضور في انتظار ما نعرفوشي نجم يوصل يخلط معنا وإلا لي على كل مرحبا بكم منزل كل مبروك الفوز في الانتخابات التشريعية معايا في البلاتو المحلل السيسي الأستاذ فتحي سجيرة مرحبا بك مرحبا بك شكرا شكرا وانا انتهزل المناسبة السعيدة دي باش نمرة أخرى مجددا نتوجه بأحر التهاني للسادة النواب الجدد باعتبار معناها نجحوا ونالوا ثقة المواطنية القيروان والمعتمديات وان شاء الله يا ربي وفقهم ان شاء الله يا ربي سعب باش نحطوا الأمور في نصابها ما ياخذوا صيفة النائب إلا ما يقديوا اليمين في البرلمين وبالتالي لازم تكون فيما جلسة افتتاحية في البرلمين آخر أجل لها من نعرفوش وقتاش يظلين نهار لحد جاي سيد النواب الحاضرين معنا شنسئلكم أول سؤال عندكم فكرة وقتاش بش تكون أول جلسة للبرلمين القادم وقال الله نبدأ معك سي ايمن نجرة نعيش كسهامة ولن ما ليش في ندافع على زملائيا ما يكيد لغايب حشته معاه نحنا الناس كل متفاهمين في طار سبعة نواب أنه حضورنا ديما متواجد وعننا تواصلتين مع وسائل الأعلام يعني ما عناش علش نغيب وما يصير صحيحة أنه إنسان معنا عنده مسبقة وعنده التزامات هذا من ناحية من ناحية أخرى كما قلت انتهي نقطة قانونية موجودة يعني أنه بعد الأعلام النهائي نشر النتاج النهائية للانتخابات التشريعية بالرايد الرسمي للجمهورية التنسية هو فم 15 يوم لدعوة البالعمال لإنعيقات نرمال ما النتاج هبطت بتاريخ 28 فيفري 2023 في الرايد الرسمي للجمهورية التنسية وبالتالي 15 يوم ربما في حدود 15 مارس تتم دعوة البالعمال لإنعيقات بصفة رسمية إلى حد الآن ما تم اجدعوتكم السيدة نواب لجلسة افتتاحية إلى حد الآن ما فمها الحقيقة إلى حد الآن ما وصلنا شيء معناتها سواء معناتها برقية أو أعلام الكتوب أو أو مراسلة أو أسمائيس أو مراسلة حد الآن ما ما زلنا الحقيقة وما نش مزلو بي وعلى كل حال خاطر فما أجيل هو قانونية معناها تضبط انطلاق البرلمين بعد مدة طويلة من غلق ما زلنا في الأجيل وفي الطريب نجمو نقولو حق شيء صبق الخير صبق الخير واضح مدام الأجيل القانونية بزيت موفيت ننتظر إن شاء الله وعلى قريب العجلة إن شاء الله يتصلوا بينا إن شاء الله ومبيش رمحهم إن شاء الله إن شاء الله باي خلينا نحكيه على التنسيق معاكسي طيب طالبي فما التنسيق على مستوى ويليت القيروين الساعة نواب اللي فيزوا في الانتخابات تقابلتوش مع بعضكم تعرفوا بعضكم نسقتوا شو بش تكون مثلا الخدمة متاعكم في مجلس نواب الشعب هذا على مستوى القيروين وفميش زادة اتصالات حتى على مستوى وطني مع بقية النواب أو الانضمام إلى بعض الكتل اللي قاعدين كل مرة نسمو على بعض الكتل تتشكل من هنا وهناك شكرا مرأة كله فيكم أعطيك الساحة صحيح إحنا كنواب القيروين سبعة نواب باتصال مباشر وباتصال يعني من الأعلان على النتائج إلى اليوم ومتفقين بيحوليه كلنا سبعة نواب مستقلين ما عنيش حتى أي نيب يعني عن مترشع عن حزب سبعة نواب كلهم غيرين على جهة القروين وعلى معتمدية القروين ككل وكلنا يد واحدهم باش نكونوا موقف واحد وباش نكونوا رأي واحد ودعمين لأي إشكال أو أي وضعية موجودة على مستوى ليلة القروين رأنا باش نكونوا سبعة نواب كلمة واحدة وموقف واحد ورأي واحد هذا على مستوى الجهة وهذا بدأت منذ الإعلان على النتائج على مستوى تشكلت كوتل نيابية ثم مشاورات كبيرة واحنا كنواب الجهة متفقين أنه باش نمشوا في موقف واحد وفي رأي واحد أنه نكونوا وزعنا وزنا داخل الكوتل وداخل البرلمان باش يكون عنا حظنا في أي مستجد جديد على مستوى وليت القروين باش نكونوا موقف واحد ورأي واحد وين باش تكونوا بالضبط سيطايب الطالبي مع أي كتلة اليوم اسمعنا بعض الكتلة اليوم فما حارك 25 جويليا فما لينتصر الشعب أما كتلة الأخرى وين نجموا رأي نواب ولاية القيروين نواب ولاية القيروين هما سبعة نواب مستقلين ما همش متحزبين باش يكونوا بالضرورة السبعة نواب داخل كتلة مستقلة وطنية همها الوحيد ادي فيها عن جهة القيروين وعن تونس وعن مشاريع اللي ينتظرها الشعب وينتظروها النخبين بتاعنا اللي هما يعني في شغف كبير وانتو ما ترحتوا توسويت وقتاش باش تتوجه لكم الدعوة الدعوة مزيت ما توجهتش لكن بالضرورة باش تتوجه وفق النصوص القانونية انه بعد صدور النتائج في الرايد الرسمي يوم ثمانية وعشرين فيفري رو مزال عنها الاجيال الى حدود خمسةاش مارس بل خمسةاش مارس او يوم خمسةاش مارس سينعقد مجلس النواب الشعب وان شاء الله يكون مجلس مبارك على تونس ككل وعلى جهة القيروين كنواب القيروين ورو بش يكون مجلس نواب مختلف عن سابقيه منذ الاستقلال الى اليوم رف هذي ناس مستقلة هذي ناس صغيرة وهذي ناس وضعت النخب وضع فيهم ثيقته بإذن الله سوف لن نخذ النخبين بتاعنا ولن نخذ الجهة بتاعنا وبش يكون القدم افضل بحوله واضح به سي كمال الكرعاني اشارت واسي طيب الطالبي الى ثقة المواطنين اللي اعطاوها فيكم في الانتخابات التشريعية وفما برشة كلمة قال على نسبة المشاركة في الانتخابات 11% باعتبارها نسبة ضعيفة فما برشة الناس اصلا شككت في مدى قدرة هذا البرلمان على تغيير الواقع وتحسين الواقع متاع المواطن التونسي والوقوف الى جانب الدولة التونسية كيفش ترى هذه المسألة هل نسبة المشاركة اليوم تنجم تأثر على عمل البرلمان ام انه البرلمان بش يقوم بالمهام الموكولة ليه حتى ولو كانت النسبة ضعيفة او الحاجة ان شاء الله البرلمان هذا بقطربي مش يكون مش شبيه البرلمان القديمة ان شاء الله ومش انا اللي نعرفه من الاخو اللي عرفتهم ان هو بيجدد صورة جديدة وفكر اخر الناس حاب تخدم بلادها وشعبها وانا اكدلك انا ان شاء الله للمجلس هذا مش يعمل ان شاء الله عمل كبير برشا باش يقدم البلاد وان شاء الله تكون اغلب اغلب المجلس يكون في اتجاه واحد وخدمة خدمة الوطن والشعب ان شاء الله بيس ايمن نقرى اليوم برشا ناس تقول بانه هذا البرلمان بصوت واحد كل الاطراف اللي في كل النواب اللي فيه هما مع المسار ومع خمسة وعشرين ناجويليا مش مش يكون فيه معارضة هل هذا عامل ايجابي لعمل البرلمان وتغيير صورة البرلمان اللي علقت خاصة في اذهان توينسا انه هذي ناجم يكون عامل سلبي في عمل مجلس نواب الشعب والله سهامة ولن اختارها من السلبيات خاصة اليوم نتوجه لك ان شاء الله كل عام وانتي بألف خير وانتي بألف خير يعيشك شكرا ضمنك ماناش في موقع سلبي بالعكس في موقع ايجابي جدا جدا وزيد انت اتجاه بك اللي بشه كنت تحكي لهما زال ما نعقدش البرلمان عليش حكمت عليه حكم مسبق لأ هذي اراء اراء اسمعنيها انتي سمعتوا اللي هو الكله بعدها في توجه معين ايه هاذا لأ الى حد الان لليوم يعني المعارضين ما ترشحوش لليوم المعارضين ما ترشحوش هذيك اخياء ممكن موقف سياسي اي ناجم يعني تسألهم هم عليش اختاروا التوجه هذيك اتفقينا انتي اليوم ما زلت ما سمعت حتى موقف من النواب في القضايا الوطنية او في مواضيع قوانين طرحت او في معناه ما نجموش بصراحة تامة اليوم معناه من الظلم انه نحكمه عليه او انه نحاوله معناه نهزوه في توجه معين برلمان اذا ما زل ما نعقتش ما زل ما اخدمش مش وصحيح لو كان جاء الكله في توجه واحد راك انتي بتحكيش اليوم على انه كتل ومشاورات وكذا وفم كتل تحب تتكاول راهي كلها كتلة واحدة وراهي موجودة معناه كلها لا لا معناه اليوم الدنيا تبدلت برشا وما عادش فم التوجه هذيك تبقينا نحبو لكلنا معناه نحترمو الدولة نحترمو دولتنا ما نحترموش الاشخاص نحترمو الدولة والمؤسسات والمؤسسات متاعها نحترموها ونكونوا في اطار معين وايجابي جدا واضح سي ايمن انتي هذي تجربتك الثانية في البرلمان كنت في 2009 زادة في البرلمان ومبعد معناه خاصة البرلمان القادمة البرلمان السابق اللي تم حلو يعني اخذي صورة خايبة لداء التوينسا من وجهة النظر متاعك اليوم كنائب للمرة الثانية تعود الى البرلمان شنوه لازم اليوم نعمله باش نستعيد وساعك الثقة متاع المواطن في المؤسسة التشريعية وفي البرلمان وباش معادش نشوفوا هاك السور وهاك المشاهد اللي شايفهم التونسي معناه بشكل كبير وساهموا في ترديل العمل البرلماني والله يبقى الناس كل تحكي على ترديل العمل البرلماني لانه معناه الخقدمة خدمة معناها الخدمة الخدمة هي اللي تجيب المستوى السادر النواب اللي هو في تواصل معهم الكل einsين معناها مستوى محترم جدا جدا معناه من دون استثناءات تقريبا والخدمة الخدمة هي اللي تجيب انا نقول لك الخدمة احترام الناس احترام المتعلقي احترام مؤسسة الدولة التونسية احترام النواب لبعضهم لانه انك تعطي رأيك مش بالضرورة انك تكون معناها تتصرف تصرفات تغير اللايقة وانك معنا يزينها من البوز. نبعده على البوز ونخدمه. نخدمه ركي تخدم معناه وتتني الركبة وتجيب معناه تخلي تخلي الاثر. راي السياسة نتائج مش كتتعدى تمر مرور الكرام وتمشي على روحك. تمشي على روحك تنسك الناس وربما تولي انتي معناها مكروح حتى من طرف اللعبات. اليوم الناس زي ما تخمم في المستقبل تخمم انه ما زين عندها راي الدولة تتخدم على سنوات. متخدمش على فترة متاعها مباركة وعامية. تتخدم على فترة طويلة. الخدمة الناس تثني الركبة وتخدم وتحترم انفسها وتحترم زوم لائها وتحترم مؤسسة الدول اللي هي فيها. اللي ضحط عليها الناس. بي سيلوت في استعدابي آآ نائب عن دائرة شبيكة حفوز. اول تجربة ليك آآ آآ المرة هذي دونك كيفاش باش آآ تساهم في العمل البرلماني آآ اي تصورات ليك للعمل البرلماني في هذه التجربة آآ كيفاش آآ يعني محذر آآ آآ روحك لهذه التجربة ولخوض يعني آآ تجربة نائب في مجلس نويب الشعب يدفع عن آآ الجهة ويساهم في سن تشريعات لخدمة تونس وللوقوف لجانب تونس خاصة في ظل هذه الأوضاع اللي قاعدين اليوم يعني آآ انتبعوا فيها على مستوى وطني ودولي ايضا. آآ شكرا على سؤال آآ أولا لحقيقة معنتها باش آآ نبقى واضح في ايجابتي انه العمل البرلماني آآ اللي مقدمين عليه وتصورات اليه الحقيقة مش تجي من مساهمة شخصية ومساهمة ثانية اني موضوي الى كتلة. الكتلة معناتها عنا العديد من الاجتماعات اللي صارت آآ في الايام ناتما بعد آآ النتائج النهائية للانتخابات الدوري الثاني حددنا فيه ما صار وطرق العمل البرلماني آآ اعطينا معناتها مبادرات مبادرات تشريعية اللي اللي تخص الوضع العام في البلاد معناتها مشكون الاولوية للمشاكل اللي معناتها تعيشها البلاد التونسية. آآ ما عاش نحب نحكي لك. هيتفضغ لي مذابية تعطيني بعض التفاصيل هكا والتوضيحات. صحيح. اولا معناتها انه انتمائي للكتلة هذي معناتها نجم تقول لنا الكتلة شنوه? كتلة لي انتصر الشعب. لي انتصر الشعب. اشنا بخوا بحين. آآ مباهي آآ معناتها انه الانتماء للكتلة هذي جاء معناتها آآ لتفكير في المستقبل آآ ما نحبش ندخل معناتها انه في كتلة ظرفية تنتهي بانتهاء آآ المدة آآ نيابية آآ لانه الفكر اللي تحمل الكتلة هذي معناتها اتفكر لمستقبل اتفكر في السيادة الوطنية تفكر في السيادة الغذائية آآ تفكر في الاستقلالية للنواب معناتها اللي يعبروا بكل حرية وكل ديمقراطية معناتها عن اراءهم تحت قبة البرلمان آآ باعتبار انه الكتلة هذي تحمل مشروع وطني لحقيقة معناتها حسب ما اتفقنا عليهم مع باقي النواب في الكتلة هذي انه من اولى التشريعات اللي مش نحاولو ندافو علىها هو مشكل البنك المركزي في تونس لانه آآ بصراحة انه المدة منذ انه البنك المركزي معناتها اصبح يعمل في استقلالية تامة معناتها تشوف انه النتائج الوخيمة اللي اصبحت معناتها تعيشها الدولة التونسية اولا من ناحية معناتها القروض والارتفاع المشط في نسبة معناتها الفايدة ثانيا انعكاس الوخيم على ارتفاع الاسعار وثالثا معناتها انه حتى المواطن والدولة آآ اصبح معناتها غياب تام اللي التفاهم معناتها انه المواطن اصبح يحمل في الدولة المسئولية انه ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة الناتج عن سياسات معناتها هاتم الدولة الور هو العكس معناتها النتيجة انتاعه راهي جاي من البنك المركزي هذا معناتها الحقيقة من بين المشاريع البرلمانية الاولى ثانيا مش ندافعه على السيادة الغذائية في تونس لانه بصراحة معناتها نشوفه تو انه المشاكل اللي تعيشها في تونس في ابسط الحاجات معناتها انه نحكو على الحليب والعظم والسكر في تونس معناتها كانت مشاكل الحقيقة ما هيش مطروحة عنه زمن نحاوله انه كيفاش نوفقه ما بين المنتجات اللي قادرة الدولة التونسية توفرها وكيفاش نحاوله انه نتخلصه من الوردات العشوائي ثالثا المشكلة الصحية الاجتماعي عنها لها البرامج ثم بالتالي معناتها عن مشكلة التشغيل في تونس وها لما جرى ما ننجمش معناتها الناس احيالة كله مع بعض مواضح بيه اه سي فاتح تفاضل شكرا سي هام اه مجددا انا نرحب بالسادة النواب اراو ماذا بينا كيفاش كلوها نبدأوا الامور دي ما بي مبادئها معناها ان شاء الله معناها موافقين اول حاجة اللي بشي تعمله وقاله حتى العديد من السادة النواب في منابر الالمية هو الغاية من الاجتماع الولين اللي بشي تعمله متع المجلس هو ترتيب البيت من الداخل معناها معناها ومعناها انتو تشوز مع ويا ان 되게 بو هدوك ترتيب البيت من الداخل لاش معناه معناها اول حاجة النظر في اه إمكانية صياغة معناها النظام داخلي للمجلس وهو مش يكون أساس العمل متاع المجلس. اثنين لابد من أن سفينة لابد عندها قائد معناها يلزم معناها النظرة في انتخاب رئيس المجلس ومساعديه نائبية. هذي من البديهيات معناها. بعد تجي مسألت الكوتل وانا الاخ النايب اللي بدي على الكوتل وكل شي ما تروحها بإلحاح فهمتني نقولوها بصدق وانا قبل ما نخوضو فالحكاية دي متاع الكوتل ولا حاجة ونسأل سيدة نواب المحترمين متاع التروين نحب ملاحظة. انا متفائل جدا لانا كما قال سيد ايمان نجرة. غضو مس نواب على القيروان الشمالية قال نحن يد واحدة. وسبعة نواب في العدد دي كي تحسبهم لكن يد واحدة وقلب واحد ورأي واحد ان شاء الله. لي فائدة شن هو? لي فائدة الدولة تونس. لانا معناها مصلحة تونس فقوة كل اعتبار ولي فائدة القيروان. ولوخيان الكل تستشف من احديثهم كونوا ماشيين في في نفس هذا التوجه. نفس هذا التوجه. واللي بالطبيعة معناها وقتالي الانسان الانش نقول هذا كطبيعة رجل الدولة راه. رجل الدولة اللي يخمن قبل كل شيء يفكر في مصلحة الدولة. راه وينجح بحول الله. خاطر من اجتهد واصاب في الاطارة ذايا. فلهو اجران. ومن اجتهد ولم يصب فلهو اجران. لان الغاية غاية نبيلة جدا. مش يخدم. هو داخل بشيخدم مصلحة بلاده. بدرجة اولى. انا حب نسأل معناها السادة النواب المحترمين. وطبيعي جدا باش منا بداون نخوضوا في بعض المسائل هذه معناها. خاصة مسألة الكتل. رأي الكتل هي اللي بشي تسهل عمل مكتب المجلس معناها. منجموش يتوى معناها في كل جلسة نعطيه الكلمة للناس الكل. الناس الكل معناها. يلنزم الكتل في تنظيم معناها الولاد. مش ياخدوا عدد معين ينوبوا معناها كلها. هي امور تنظيمية. اي. تنظيمية واساسية. توسيلت في قل آآ كتلة اللي ينتصر الشعب. نعرش السادة نواب الاخري في نفس الكتلة اللي يحكيوا عليها في النقاشات وإلا لي. انا انا من من اطالة اخذ كلمة تنظيمية. ربي جسل وضح النقطة هالي سيفاتحي ونرجع مستلش. احنا مزلنا. اه هو الكتلة رسميا ما تناجم تكون الكتلة لما. لما ينطلق اي اما فهم اتصالات سي كمي لا. احنا في نقاش الناس لكل نواب بس نأكد لك اللي في نقاشات واجتماعات مع الاخو نواب في كل الجهات. هذا اكيد. ولكن مازلنا تشاور ان شاء الله. ومن اكيد ناكدوكم لي احنا السبع نواب سنكونوا صف نوايد نواحد. وعلى قلب نواحد في خدمة تونس. وفي خدمة جهتنا وولايتنا ان شاء الله. هذا ناكدوكم. اه اه اتفضل سي طيب. سي طيب. لا لا. معناتها لمسا جيس للتأكيد كليا مش طيب. اول ما بديها قال احنا رأينا سبع نواب مع بعضنا. فعلا احنا رأينا مع بعضنا. وبقينا مع بعضنا معناتها مدة طويلة. ومتفاهمين على اساس ان النواب بتاع القيرة وانا السبعة سنعملوا جميع. على معناتها مش نحو دوائرنا الانتخابية. وتمثلوا القيروان. وتمثلوا القيروان. وهذا انتفاقنا. وثانيا تأكيد الكلام سي طيب. او معناتها انا يكون كون في كتلة. وهو قد يكون في كتلة اخر. مش معناتها انا مش مناخذ موما بعضنا. لا. واضح. اكيد هي اكيد معناتها ان شخصية سي طيب. ولسي كمان ولسي مختار ولسي. ايمن. ولولاد لكل معنات اعني نفس التفكير صدقا. وا. تعليقك سي طيب. شكرا سي رطفي. بالفعل هو صحيح. انا انا متفقين انه سبعة نواب مستقلين سبعة نواب موقف واحد رأي واحد غيرين على جهتنا وعلى منطقتنا وعلى تونس ككل. والكتلة احنا عنا اكثر من كتلة قاعدين تشاوروا معاهم. لكن الرأي السائد توا ما بين المجموعة كل انه مش يمشوا في كتلة اللي بيش تخدم الجهة وبيش تكون معنا مسقلي. معنا نحنا بالنسبة للسبعة نواب متاع جهت القروانة اللي ينأكد هولك انه مناشا مش هدخلوا في كتلة حزبية مثال. مناشا مناش ندخلوا في كتلة يقودوا فيها اشخاص. وغضوا نقولوا اراءنا يصدروا هنا. احنا نواب المستقليين. احنا نواب انتخبونا الجهات متاعنا والناخبين بتاعنا. اللي هما بيه يقولوا واحداش بالمياه. واحداش بالمياه هذوك احنا رانا اللي اجتهدنا واحنا في الحملة الانتخابية بتاعنا احنا لأثرنا عليهم وجبناهم وراه هذي الفرصة الاخيرة بتاع مجلس نواب الشعب بش يكون بالفعل معبر عن تطلعات هذا الشعب. الشعب اللي يتنكل بيه. الشعب هذا اللي يعني سنوات وسنوات هو يعاني في الامر رايد. روحنا جايين بش نخدموا في الشعب هذا. ممكن اه كنا السبعة في كتلة واحدة او كنا في زوز كوتل لما لما يغير حد شيء للمسلا هذي. المهم انو احنا موقف واحد رأي واحد في الجهة الهنان. نرجع لك اه سيلوت في عندك تعليق تفضل. اه تأكيد اسكليمسي طيب معناتها انو راني من الموقع هذا هنا بصراحة معناتها ندعو جميع معناتها الزملاء النواب في كامل بلاد التونسية انهم ينتموا الكتل. راه انتماء الكتلة ما هوش انتماء ايديولوجي او سياسي. راه انتماء تنظيمي لا غير. واح. نرجع لك سيفات حيوانا عارفة راه والسؤيل بتاعك مسبقا. ده بحكم التجربة والخبرة معناها واني نعرف انتبع في المسائلة ذي ويعرفوا حتى لوخيان معناها. راه الاستقرار متاع المجلس هام جدا. اش معناه? كذا لي مجلس معناها تكثر فيه الكتل وتكثر فيه الولاءات وتكثر فيه كذا. راه يتشتت ويولي ذي كعامل من العوامل. لا قدر الله. قال لي معناها حتى في في مسالة اتخاذ القرارات ولا اه توجهات معينة ولا معناه خاطرة هي فينا الموشنية توا التشريعات والقوانين وكل شيء ما يتكرس خيارات وتوجهات مش مجيو فيها. ديك اندعموا الاستثمار اندعموا الاستثمار. نسال كي تتشتت مش باهرة. هما توا حسب ما قاله لوخيان وانا متفائل جدا هاني يقول لك معناه خاطر هداك هو الفكر متاحهم وتوجههم. هو حتى ولو مش انتميه الكتل معناها مش مش شابه في نفس الوقت على استقرار المجلس. وهنا اراه حسب رأيي الخاص. يلزم فما كتلة قوية معناها في المجلس. اذا كان تماش كتلة قوية. معناها اكبر كتلة. اكبر كتلة. وإلا زوز كتل وبعد يتفقوا مع بعضهم. عندهم نقاط يلتقيوا فيها وكل شيء. اذا كان الشاب ده تشتت راهم من العوامل لقدر الله هنقول. السلبية على استقرار المجلس. هننشوفه نحن في الدولة. علش مش نتكره سياسيا معناها. علشها خطر ما تشتى معناها الناس. الناس مش متجمع او لمصلحة الوطن. اخوية هاي نقطة التقاها واحدة. اتجمعوا الكل. ما تحبوا تخدموا مصلحة تونس. فينا الموش نوع العمل للسياسي. ما تخدموا مصلحة البلاد. باش تفيد شعبك وباش تفيد كده. نلتقيوا في نقطة على اقل مصلحة البلاد. التقيوا فيها. واخدموا. اما التشتت. التشتت معناها والصراعات. وتولي بعض المناكفات لقدر الله. وتولي معناها امور اخرى. معناها ما نتمنى وهيش. هني حاسب رأيي يلزم كتلة قوية. فهمتني? وتكون غايتها خدمة مصلحة البلاد بحق. ناس فيها نزهاء. وناس معناها نظاف. وناس معناها نتوسم الخير في الناس الكل. وناس غايتهم القسوة خدمة مصلحة البلاد. فهمتني? خدمة معناها بقطع النظر على الولاءات. وعلى. وابح سفر. هب نسأل تول نواب. هب ناخد رأيهم سبحان الله. هما دخلوا في انتخابات. سكون نظمها. نظمت بعد خمسة وعشرين جويلة ونظمها الرئيس قيسي سعيد. اشنوه موقفهم من آآ ما صار خمسة وعشرين جويلة. بصدق وامانة معناها. سي اي من نبدأ معاك سي اي من نقرأ. مسار خمسة وعشرين جويلة. هو مسار آآ سياسي حدثت في البلاد. كما عديد المسارات بارك الله اللي حصلت. معنا من الفين وحداش واحنا رأينا كل آآ كل فترة معينة عنا مسار سياسي جديد قاعد ين نخدمه فيه. المسار السياسي ذايا فما برش عباد تراه. معناها ماشي في الطريق الصحيح. كما فاما بعض عباد تراه آآ اللي هو ماشي في طريق غالط. وهدي يا رأي هي ظهرة صحية في نهاية المطاف. لانه اذا كان مش نمشيه كما قلت انتي صف واحد. وقتها نحن نقوله عليش فما. شنا ولي ما فما. معناها توجه معين وفما معارضة زادة معينة. هذا يرى مشهد صحي في البلاد. بقينا نحن كل شيء اذا كان يمشي في اطاق تطبيق القانون واحترام الناس واحترام الذوات واحترام الشعب التونسي هدايا. المسارة اني قلت لك تحكم عليه لو بعض سنوات اني مش تحكم عليه توها. معناها الفترة هذه اذا كان امتدت على مدة طويلة او على مدة قصيرة. الحكم يجي عليها من بعد. واضح. سي لطفي. شكرا. آآ بالحقيقة اجابة على سؤال آآ صديقنا. آآ التونس مرت بعديد محطات السياسية. وتاريخ خمسة عشرين جوليا مالو الا محطة سياسية جديدة. آآ موقفي الشخصي من خمسة وعشرين جوليا. انا الحقيقة معناتها مع المصار. صحيح ما هيش معناتها كارتا بلونش ولكن في في الغالب وفي المجمل انا مع المصار. مع بعض التحفظات. آآ شنوة? على شنوة التحفظات آآ سيلوتفي? نزلت وتظهر شتاو. شنوة الحاجات اللي ربما عندك عليهم احترازات في المسار. ما ننجمش نجاوبك عليهم. من اني كلمش نجاوبك مش نستبق الاحداث. انا في فكري. بعد الاحترازات ماهمش معناتها قليل. وما يغيروا حد شاي معناتها في المصار. سي كامالي الكرعاني موقفك من مسار خمسة وعشرين جوليا. والله سؤال هو. ويجي على كل. انا من داعي من مصار. ولكن في مصلحة الوطن والشعب. ونحاولوا انه ما يزيعش المصار ونحاولوه ننصحوه. ونحاولو نخدمه بلادنا بصدق وامان. هذا الاساس. ونخدمه شعبنا. سي طيب طالبي. يهو سوال. اذي ذولي ترح تولك في الحملة الانتخابية. سوال بديهي. اي. والنواب الموجودين توا. واللي ترشهوا ويمثلوا مجلس نواب الشعب. رم بالضرورة مع المصار. المصار راي محطة من المحطات التصحيحية. للثورة متى الفين واحداش. يجبنا نكون واضحين. لانه نتيج متى حداش عام. بعد الثورة. البلادة تأخرت في كل شي. والثورات الكلها في العالم. راي الثورة الفرنسية تقريبا زادة. عندها برشة محطات تصحيحية. بالضرورة الثورة تنحرف في وقت من الوقات. واحنا في وقت توا. ما نستعجله في مجلس نواب الشعب فلان عقادة متاعه بش يكمل يصح المصار. صحيح. المصار معتاش نتيج. بالعكس. الشعب مجوع. الشعب منكل به. الشعب ثمالوبيات توا تهدد فيه بش يتجوعه بش يتكرهه في مصار خمسة وعشرين جويلية. بصار خمسة وعشرين جويلية روهو المصار متاع الشعب بش يصلح. المصار متاع الثورة. لكن اللي ما يتم هذا اللي تم مؤسسة الدولة كلها وخاصة انا وهمها مجلس نواب الشعب اللي بش يعجل بالعديد من القوانين والتشريعات اللي بصح المصار راهو دستور الفين واربعتاش. يزينا نفهمه انه يعمل على تفكيك الدولة وانا كمسؤول توا رئيس بلدية ونشوف من الداخل شنو اللي جاري والمشاريع اللي معطلة في جهة القروين وفي تونس كاملة هراه مشاريع ممنهجة وبرامج مخطلها من قبل في دستور الفين واربعتاش باش البلاد ما تقدمشي. البلاد تأخر. المستثمرين نرمو كلهم. مشوا الجيهات اخرى وبلدين اخرى. والبلاد قاعدة تتأخر. نستسمحك شوية بركة سيطاي بطالبي سي كاميل الكرعاني باش يقدرنا نظرا لانه عنده التزامات نشكرك برشا ساعة على الحضور سي كاميل الكرعاني يعطيك الصحة ونخليلك كلمة الختام خطر السيدة الحضور ما زالوا مواصلين معنا انتي شنو تقول للناس اللي انت خبتك والاهلي القيروين بشكل عام. شكرا نعطيكم بساعة سامحوني الظرف عايدة لغالب. لكن انا نعودكم به ان شاء الله اني مش يكون في كل ما تطلبون الاعلام يكونوا بحديكم ونعطوكم الحقيقة ونعطوكم الواقع وان شاء الله اه انا اللي 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 حسب ما ما شفتو حسب اللي قاتل ما اغلب النواب في تونس الناس شوفاها وجوه ما شاء الله عليها ومش ياخدبو انا اكد لكم انو مش ياخدبو الوطن وبيصدق ان شاء الله ومش نعملو ما بواسعنا باش باش نحقوا امال الشعب اللي تشوف فيه اللي اللي تشوف الوضع صعيب. ولكن زادة امام طون زادة الوضع نعرفوه ناس كل الوضع الاقتصادي صعيب. الوضع المالي كيف كيف احنا احنا ازا من نحاولو نخدمو بلادنا بصدق واشوهو الاخر وان شاء الله نكون حس في حسن ظن ان شاء الله اللي اعطووني صوتهم ودايرتي وبلادي وان شاء الله ربي وفقنا جميعا. نعايز. في خدمة الوطن والشعب ومشكورين على استضافة. شكرا. وان شاء الله نرجو بحثيكم في كل وقت. شكرا لك سي لك رعاني وبالتوفيق ليك ان شاء الله في مهمك جديدة ديكو تتسلم معناها المهم بشكل رسمي وتأدي اليمين. شكرا. بركة لو فيك على الحضور مرة اخرى يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. سينون نكمل مع بقية الحضور السيدة آآ النواب وآآ نرجع معكس ايمن نقرا نائب عن دائرة القيروين الشمالية. احنا اليوم نعيش في ظرف استثنائي. آآ ظروف وطنية صعبة اقتصاديا. ازمة سياسية في تونس اليوم. فما ضغوطات دولية تمارس على تونس على خلفية تحدة ملفات اليوم من بينها المهاجرين الافارقة. من بينها آآ طرد النقابيين آآ بعض النقابين وعدم سماح لهم بادخول الى تونس. اليوم البرلمان امام مسؤوليات جسيمة آآ لانه عنده آآ دور في آآ اصلاح يمكن صورة تونس على مستوى العالم. واليوم كيف نقوله اصلاح صورة تونس على مستوى العالم آآ خليني يقول البرلمان الكثير يقال عنه سي ايمن الحقيقة انه. شنو الكثير اللي يقال عنه. انه ما عندوش برشة صلاحيات يعني تم التقليص والتحديد من صلاحيات البرلمان. كيفش نجم يا عوني. وشما المشاريع الضرورية انه آآ ينطلق بيهم لاصلاح صورة تونس في الخارج. اولا آآ كما قلت انتي معناه كل آآ مؤسة وكل شخص من مكانه عنده موقع سياسي او مؤسة معناها في الدولة التونسية هي مسؤولة من موقعها وحسب امكانياتها وحسب ما هو متاح لها انها تساهم في الاصلاح هذي. هلو الاصلاح ما يجيش من مؤسة واحدة. انتي دي جا قلتها. فما تنسيق بين مؤسات الدولة اللي هي بش تقوم بالاصلاح في اطار ما يسمح به التشريعات والقوانين التونسية. يمكن برلماني نجم يقدم الاضافة من خلال معناها محاولة تسن قوانين تساهم في الاصلاح حسب ما يراه معناها القيادة السياسية في تونس. بكلها نحكي. معناها سياسيا او اداريا معناها نحكي على جميع مؤسات الدولة. مش نحكي على شخص واحد. ثانيا معناها كينا احكيه على بعض كما قلت انتي مش قلت الجالة وكذا انا ساعلا نحب ناكد ولا ننساندوا بعضنا فيها الناس الكل اللي فما قاعد معناها يصير بعض شوشرة من على تونس وهذا يا مفهوم تونس راه دولة ذات سيادة. وشعبها حر وتونس تبقى ديما حرة وتونس اللي سال فيها الدم بش تحرط. راهوا اليوم غير مسموح لأي كان مهما كانت ما كانتو أنه يتحكم فيها تونس عندها شعب حر وعندها قيادة حرة بحول الله هي ديما صمام أمان أمام النسل كله بهون القول يوم البنك الدولي عنده موقف من هذا البنك الدولي عنده موقف ولكن نحن نسمع صدا فيه آراء يعني نحن علش المبالغة أحيانا يعني أني تخرج حاجة نجي ونحن نبالغوا فيها ولكن يخرج زادة وسمحني نحن كيخرج نائب رئيس معنا البنك الدولي معنا ومكلف بإفريقيا وبالشرق الأوسط ويعطي عكس هذا يعني معاش كون نمشيه نحن سمعني هنا أنا معاش كون نمشيه أنت عندك معنوصي عليش دي ما نشده في المعلومة اللي تساعد بش نقوله لو الوضع خائب وما نشدهش في المعلومة اللي قاعدة تقول لي لو الوضع مش خائب كما تقولون أو بالعكس يمكن تقول الوضع ممتاز بي سيلوت في السعدوي كيف اشتبعت زادة الملف متاع المهاجرين الأفريقى وهالموضوع اللي كبر برشا اليوم فما ردود فعل وطنية ودولية نحكيه على أزمة دبلوماسية اليوم مع بلدين إفريقية كيفش تبعت الملف هذي شنو رايك فيه وأي حلول ولا تصورات بيش نخرج من هالمأزقة دي وانتوقوا يعني المشكلة دي ونخرج منها بأخف الأذرار أولا الحالة الأعلامية اللي تعرض طالها معناتها تونس خلال أيام الأخيرة راهي متنجمة جاوب عليها كانت دولة تونسية عليه أحكي لك أن المهاجرين في العالم دائما راهيهم يوفروا ثورة اقتصادية لأي بلد ولكن أنه البلدين اللي هي في حاجة الهجرة هي البلدين المتقدمة البلدين الصينعية البلدين المتطورة اللي حاجتها باليد العاملة وحاجتها بطاقات استهلاكية كبيرة ولكن هل أنه الوضع هذا ينطبق على الدولة التونسية؟ أعتقد لا لأنه تونس معناتها ديجا أحنا عنا مشاكل في تموين في تونس فما بالك معناتها أنه حسب الأرقام من عرشنا الحقيقة يحكوا على مليون و أربعمائة ألف ساكن راههم يمثلوا تقريبا عشرة فاصل من عدد سكان تونس هذي أرقام مغلوطة رأسي نطفي الحقيقة شفنا برشة أرقام سبعمائة ألف و مليون وما أكثر من مليون في آخر رقم ما حكينا تقريبا على 21 ألف و حاجة وما هيش دقيقة زيدا الأرقام اللي تم تقديمها في الندوة الصحفية مؤخرا من طوزم الخريج لفكرة 21 ألف ساكن روما زوز قراء معنا تقريبا فيها عشرة ألف ساكن أحنا معناش معطيات الحقيقة فهمتني؟ بالنسبة مدام أنه عنا مهاجرين في تونس فإن الدولة التواصية هي الأدرة بالموضوع ولا مجالة تدخل أجنبي بش يفسرنا وضعيتنا ولا بش يعرف أكثر وضعيتنا سئلتيني على الحل الحل تولي حصل حصل فيه فهمتني الحلول أن نحظو على حدود أي كيفش نتجاوزو الأزمة الدبلوماسية اللي صارت سلوت فيه من جاوزها معناتها أنه الأطراف معناتها هو المهاجرين من أفريقيا أحنا يجب أن يكون عنا ممثلين ديبلوماسيين هم اللي وصلوا المعلومة لدولهم قد يكون هم فهمين موضوع بالخاطر واضح بيحن نشوف رايسي طيب الطالبي في هذا الموضوع اللي خذي جدل الكبير وصد دولي حتى عليه المهاجرين الأفريقى والخطاب الرسمي للدولة اللي نعته الاتحاد الأفريقي بخطاب عنصري ومعنيها وأسفر على عدة مواقف أخرى من بعض الدول كيفش اليوم تبعت الملف هذا وكيف تصوراتك للحلول للخروج من هذه الأزمة والتطويق هذا الأشكال الدبلوماسي شكرا نخط فيها هي موضوع حل الصورة القخيط روما تضخيم علامي ثم هجمها بوادر متاعها هي التعافي متاع الدولة التونسية واني بشتاخد سيادة متاعها وتسترجع كالسيادة متاعها اللي ضايع في العشرية الأخيرة انه لقاوا الخطاب متاع الرئيسة وعنصري لما وشه عنصري هي ثم الاشكالية هذه موجودة لكن الأخوة لفرقة راهم موجودين أما مش بالشكل المضخم في العلامة وفي الوسائل العلامة الخارجية خاصة في الدول الغربية اللي ضخموه ويخلقونا منه في أزمة لضرب السيادة التونسية نحن من هنا يعني التونس عندها سيادتها وعندها القوانين متاعها ومعالجة هذه بشتكون قانونية أنه بش نحميه حدودنا والأخوة المهاجرين منصور هم الجيين للتونس لأن التونس احنا نعانيه في بيطالة مضخمة برشا فما بينك هما جايين بش يبحثوا له هنا عن شغل هي منطقة متاع عبور تونس ما مستعملينها بش يتعدى والأوروبا العملية صحيح اخذت صادة كبير وسمى إيساء للصورة التونس البرة أنه احنا هنا عنصري لا يعني منشنا عنصريين والأخوة الفارقة كلهم أخوتنا واحنا في قرى واحدة واحنا في مركب واحد واحنا من العالم النامي ننتموه النفس العالم اللي يعاني العديد من المشاكل والتجاوز المشكلة هذه أنا راه من وجهة النظرة متاعي أنه يزم النشطة الدبلوماسية متاعنا البرة يزم السيد وزير الخارجية عنده السفراء متاعه وعنده القناص المتاعه في كامل بلدين أفريقيا يزم يتحركوا ويوصلوا المساج اللي هو احنا كتوينسا رانا داخل القرى الأفريقية ورانا مع القرى الأفريقية ورانا مشاكل مشاكل الأخوة الأفريقة هي مشاكل تونس ومشاكل جمال أفريقيا هي مشاكل أفريقيا جنوب الصحراء وما فيها بيس إذا كان ثم إمكانية بش السفراء المعتمدين اللي هنا في تونس باش يتم تجميعهم نعملوا مهدوبة عشاء أو مهدوبة لمدوهم ونوصلوا المساج الصحيح رانا ما عنيش مشكلة وزير الخارجية كان جمع كل السفراء متاع دول الأفريقية وعملوا هكا الصورة اللي هي فيها برشة رسائل إيجابية اليد في اليد لكلهم السفراء الكل ولكن مع ذلك يعني الأمور اتطورت اتطورت يعني ثم دول البرة وثم ناس من الداخل ومن برة تحب تضرب المسار وتحب تضرب التوجه متاع استرجاع السيادة الوطنية متاع تونس هو سيدر الجمهوري وهذا حاجة يلزمنا نذكرها لحقيقة معنا في البيانة الثانية معناها ثم العديد والعديد هو استدراكي والعديد والعديد من القرارات معناها الهامة والهامة جدا وإجراءات المهاجرين معناها احنا تونس دولة قانون راهي ومؤسسات والقانون فوق الجميع قالوها من الناس اللي يجيوا مرحبة بهم لكن على الشرط يكون معناها بطريقة شرعية وقانونية بشي يجي معناها طالب ولا بشي يخدم معناها بمقتضاء عقد معناها قانوني وشرعي ولا بشي للتداوي ولا مرحبة بيه أما إذا كان مش يجي معناها بطريقة معناها ما عندوش يوثيق ولا ما عندوش هذه كهي بدأت تطرح إشكال في كل بلاسرة ونشوفه في فرنسا ولا في إيطاليا وكل شيء يتضمروا من مسائل كما دي ثم حاجة بركة نحب محكور على أسر الكلام اللي قالوا سيد المنقرة هو شنية المشكلة معناها ثم مواثيق دولية واتفاقيات نحن ممزين فيها معناها هالي هي متاع حقوق وقنبذ العنصرية هذي كان المشكلة فيش معناها هو حتى الرد متاع البنك الدولي والعديد من الأطراف الخارجية العديد من الأطراف الخارجية حتى منظمات دولية حتى اللي تهد الأوروبية عليش يقول لك هذوك دي فالور هذوك قيم إنسانية وكونية معناها الناس لكل أطراف نحن مش له هضف المنتظم الأممي معناها هذيك تلزمنا حاجة هذيك تلزمنا فيما عدا ذلك يقول لك عندك سيادتك وعندك أمورك وعندك كده يلزم يحترموك زادة منواجبهم باش يحترموا السيادة الوطنية متاع البلدان خاطئ إذا كان عندهم هما معناها احتراز رو في المسألة ديك معناها باقي حاجة اللي أثارها سيطايب تاو وإن ندع معناها أوافقه تماما فيها هي التحرك الدبلوماسي يلزم معناها حملة يلزم كوني قلت المرة الأخرى يعني في بلاتو قلت يلزم يعملوا خليط أزمة في مستوى وزارة الخارجية وربما زادة طلبتنا على التدخل خاص من سيد الرئيس الجمهورية لأنه فهم برشا يقولوا لي معناها نوع النام الفتنة عاملوها وكل شيء سويت البيانة متاع سيد الرئيس كلكم يدخل سيد الرئيس رأسا حاجة اللي حبيت نقولها في الدبلوماسي الدبلوماسية البرلمانية رأي عندها دور كبير دور كبير هذه المهاجرين حتى في جلب الاستثمار حتى في معناها بحكم هم مش أكيد مش يربطوا علاقات مع برلمانات أخرى صديقة وشقيقة وهذيكة معناها عندهم دور كبير رأي مجلس النواب عنده دور كبير في المجال الدبلوماسي بخلاف مهامهم معناها الرئيسية وكل شيء إن شاء الله رب يوفقهم وانا متفاعل بقول هذه اللي كفاءات موجودين معناها في النواب سيد النواب متاع القيروين اللي نعرفهم جيداً وربطتني بهم علاقات كفاءات وقادرين بحول الله بحول الله باش يعملوا حاجة بها سواء بالنسبة لتونس ككل باعتبارهم هما نوابا وخاصة زادة بالقيروين قيروينة خاطر هتكون جبدوهم إلا في القيروين لحقيقة ثم برشة حاجات اللي إن شاء الله هما يد واحدة يتفقوا لخدمة مصلحة القيروين ودايار رخزة كنت يخدم ما هو كنت أخدم أنت مصلحة فقروان والأخو اللي يخدم مصلحة بلاد والأخو اللي يخدم مصلحة بلاد ماش معناها؟ معناها الكل اللي بجي تخدم ده وقتون سخدمة ره واضح قبل لما نحكيه على القيروين بشكل خاص والجهات اللي ترشحتوا عليهم سيدة النواب خليني أخو رأيكم زادة في ملف الإيقافات اللي هو ملف زادة يعني عامل كبيرة برشة تخوفات على الحريات والحقوق في تونس اليوم سيدتكم غدوة بش تكونوا في مجلس النواب بش تصدقوا على التشريعات بش تناقشوا بش تعدلوا شنو ما ربما المشاريع المطروحة للمحافظة على مكتسبة الحريات والحقوق أي مرسيم صدرة مؤخرا اللي هي ربما تمثل إشكال في هذا الخصوص ربما مكتش كما مثلا المرسومة مربع وخمسين اللي فيه إشكالية كبيرة وفي تخوفات كبيرة على الحد من حرية التعبير ولكن ما تم محامة حتى حد تقريبا من حرية التعبير لا موجود تم إحالة عدد من الأشخاص والصحفين على معنى المرسوم أربع وخمسين سيئاين ولكن حكينا فيه إذا نحنا قبل المرسومة ذا وقلنا معناها اللي معناها على الأقل راحة كناب أنه يحاول معناها لربما يتعرض عليه المرسومة ذا أنه يمشي في إطار بعض التوضيح هو عادي مرسومة لكن كبش يترجم معناها إلى قوانين النجم تصير فيه برشة تعديلات ينجمي حدد معناها المواقف والنقاط الأساسية اللي نجمي تخدم عليها المشروع يعني شنو الحاجات اللي هي ربما تمس من الوضع العام أو من الأمن العام للبلاد أو إلى غير ذلك وهذا معمول بي يظلي في البلايس الكل يعني وفهمها صارت حتى كنت تقول يتعدي على مرسومة 54 بسينهم بعض معناها ما فهم حد شي هي تحقيقات حاجة عادية يعني ياما ناس تعدى تصير تحقيقات يصير إيقاف إيقاف بإذن نيابة العمومية رصد الإيقاف مش معنا حصوني اللي كانوا رواحد قاعدوا هبطوا عليه تفشانجلو هزو لأ فهم فهم الناس فهمها ناس طبيعي جدا أنه فهمها ناس قابلة اللي حتى اليوم نشوف وقلوا فهمها بوليميك اليوم فهمها ناس لأسفتين فرحانة أنه فهمها إيقافات كما هك هي مفهماش لأنه ناس تحكيوا على لغة شماتة كما فهمها ناس متقلقة تقول عليش صارت الإيقافات هذه كما فهمها ناس فهمها أشخاص معناها غالطين في حق الدولة وفي حق الناس واجب إيقافهم معناها اليوم ما هو نعم معناها هذا فهمها قضاء هو اللي يحكم فهمها ناس صدرت فيهم بطاقات إداع فهمها ناس تم التحقيق وتم معناها أطلق صراح ومصراح حتى شيء فهمها ناس اليوم من اليوم فهمها ناس يدعيوا معناها العباد تدعي علنا إلى إيقاف بعض الشخصيات الوطنية أو السياسية ومصاري الشيء هذا اليوم فهمها القضاء شوف إذا كان مش نقعد ونحنا في كل مرحلة القضاء بيوعلي صحيح أهنا قلنا يلزم معناها تتحسن ترقو أسليب العمل متاع السيدة القضاء وتتحسن معناها ويأخذوا حرية أكثر من هكا ويأخذوا معناها ضمانات أكثر من هكا أنهم يحكموا بحيادية النصوص القانونية ديما فهمها روح القانون ساعات القاضي رو فهمها روح القانون يحكم بها معناها علش نحنا ينجم زوز قضاء في نفس القضية ويكون حكمهم مش كيف كيف هذا ما معمول بي يعني عادي عادي جدا معنا تدخل حتى سلطة تقديرية سلطة تقديرية في نهاية روح مطاف ولكن اليوم معناها هذا يجب نحسن عمل السيدة القضاءات نعطيهم ظروف أحسن نحن نحكيه اليوم على قضايا ترقد معناها سنوات ساعة ساعة مش برغبة من القاضي هما تلك هي ظروف العمل للأسف التام المسار القضاء به قبل من يخو رأيك سيلوت في تفاضل سيفادك والله في نفس الإطار معناها حكي فيه سيأيمن معناها هو شنوة توفي تونس فصراحة ثم مكاسب رأيك وانتي بيدك معناها تقول ها دي مكاسب رأيك 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 شو أخذر المكاسب نحافظ عليها ونقولوها من المزيد نثريوها معناها هو كل كل ما صار يلزم يحافظ على المكاسب الإيجابية رأيك يحافظ عليها ويحاول بيش يثريها احنا عنا مكاسب في مجال الحريات في مجال معناها حقوق الإنسان يوصلنا حتى للبيئة نحنا اللي هي معناها الجيل الرابع متى حقوق الإنسان ولينا هذا اللي يقول فيها بأعلى مستوى عنا حق في بيئة سليمة المواطن التونسي وعندوا حق في بيئة سليمة فما بالك معناها بحقية حرية التعبير ولا باش عبر على رأي وكل شيء يلزم ذيك حاجات مكفولة ومضمونة ومضمونة بالدستور ما عدا حاجة وذي ينوافق كفاها ما عدا حاجة وذي ينذكروا بها هني كنتك نحافظوا على المكاسب ونحاولوا نفريعهم لكن تجاوز زاد الحدود المسموح بها رو بصراحة لا يرضاها للقانون وللعقل أنا سيفتني سامحني هذي كلام ديما نقول فيه فم حدود فم حدود حمراء حضرت مع سيام هنف اللي ذاع أول نقطة نبدأ بها هي فعلا المحافظة على مكسب معناها حرية التعبير اللي كسبوا الشعب التونسي بذراعه كسبوا وناضلت عليه ناس وناضلت عليه ناس معناها هذي متفقين فيهم فيوش حتى نقاش بقينا اليوم تيدخل حتى في بارتو تفادي ولا تتشهير ولا معناها تشوية في وسائل العلاف فم برشة ناس مع الأسف الشديد سي ايمن صمت زاد الجهات الرسمية رو يفتح البيب لهذه تو كانت تكلمت الجهات الرسمية على الإذاعات وقالت ولي بها وعليها كان صمت تكلمت مع القدس على الإيقاف فم حاجتين حب لحدهم كان ما تراوش مانا والله بكل موضوعية وتجرد بكل موضوعية وتجرد فم الناس مع الأسف الشديد معناها توحرية التعبير رو سلاح له حدي إنسان يستعملوا في طريقه كل شيء وظلي معناها نقده موضوعي وكذا وتكلم على روحك وكذا وفم إنسان يحب معناها يولي جرح ويسلب ويولي كذا أذاء ناحية ناحية أخرى ونقولها بكل موضوعية قلت تكلم خاطراني موجود في المجتمع ونساني حللوا يفهموا كل شيء فم راو بعض الأجهزة بخمر عمروش وكل شيء مستها ولا دخلتها بصورة أو بأخرى لوبيات الفسر بصراح ونقولوها بصراح سيلوت فيني خورايك في ملف الإيقافات والتخوفات على الحقوق والمكتسبات اللي ناظر من أجلها شعب تونس لحقيقة معناتها الإيجابة هذه نورمال مو تعطيها لك الصلطة التنفيذية أنا بعيد أنا أنا كانائم دوري تشريعي دونك أنا يوم أني نكون في البرلمان راني مش ندافع على استقلالية ونزاهة القضاء لأنه هو الضامن الوحيد مع بشتخذ الإيقافات هذه مجرها صحيحة سوى العقوبة سوى أنه يطلبوا منه سماح وهذه معناتها إجراءات الحقيقة في الوضع متى تونس الراهن إجراءات أنا نشوفها عاديا اللي معنتها ظلم الشعب التونسي أكيد تويخ الجزائه واللي ما ظلمش أنه زادة الدولة التونسية ما فهبس أنها تطلب منه الاعتذار وعلى قلة ترجع لسورته في المجتمع التونسي رئيسي طيب الطالبي بخصوص هذا الموضوع شكرا الثورة تونسية قامت قامت على شعار شغل حرية كرامة وطنية ثلاث مواضيع الكبار اخذينا منهم ربحنا منهم كل الثورة هذه ربحنا منها كل الحرية الحرية هذه بالنسبة لنا نحنا كنواب وانا نستسمع الزملين تاعي باش نتكلم على لساني وعلى لسانهم أنورو وهذا الحرية هذه خط أحمر بالنسبة المجلس للواب الشعب لا مجال للمساس والحرية هذه نشوفه فيها احنا حتى في الدستور 2022 رأي موجودة ومسموح بها والناس وكل المعارضة هي تعبر على مواقفها بكل الحرية بكل تجرب الإيقافات سامحوني خلنا تبقوا في حاش تونس من 2011 إلى اليوم صارت فيها تجاوزات وانتهاكات وتنكيل بالشعب هذا وحتى للدولة الدولة اللي أصبحت في الحديث نحن رأي نرفعين شعار دولة عادلة وقوية هل بالطريقة هذي وبالأسلوب هذي اللي يتمس رمز من الرموز أنه كان وزير ولا ساحب وسيلة إعلامية ولا كان رئيس متاع حزب ولا قايد في الحزب اللي يتمس معنا خط على رأسه ريشة بيتمس لا لكن في المقابل زيدة راه يزم القانون يكون كافله حقوقه كاملة إذا كان هو ما تجاوز شي وما عمل شي إش معناته هو قابع وتقع يعني إصدار في حقه بطاقة داع بالسجن إذا كان زيدة عملي خلص خلنا تفقوا في هذا متبر كله أنا جاء هذا بتاع قانون من محامين من السيد من الدنيا لكله إذا كان إنسان قابع في السجن توا وهو مظلوم هي أين المنظمات وين المحامين والنيابة العمومية فيش قاعدة تعم قاعدة تسلط في العقوبات على ناس مظلومة مش من المعقول معنا باش نتحدثوا بالطريقة هذه تحدثوا على الشفافية على قضاء مستقل وبيش يزيم ندفعه على القضاء النزي والقضاء المستقل القضاء زيدا ما يزيموش يخدم تحت الضغط ليه القضاء يزيم يكون عنده استقلالية تامة صحيح ما هوش وكالتغول منتع القضاء واللي أقوى من الدولة في الدستور هيدا ونتحدثوا على الوظيفة القضائية هما زيدا يكون عنده متمتع باستقلالية تخوله أنه كما قال سيا أيمن توا أنه القاضي عنده بيب الاجتهاد ما يعبر عنه بروح القوانين موهوش ونجيوه نطبقه القوانين كما هي فما عن الاجتهادات الجانب نسينا وروح القوانين هذا اللي حاجتنا به وهذا اللي بيش نعمله عليه وهذا اللي يزيمو يكون موجود لازم نحن نهولو أي ديكتاتورية جديدة لا مجال بمجلس نواب شعب اللي مولود هذا 161 نايب هم 154 طوى وانشاء الله يكتمل النساب رموا مولودين من رحم هذا الشعب ورم خرجوا سمعوا في الحملات الانتخابية بتاعهم مأسية هذا الشعب لا مجال أن الرجوع إلى الوراء ولا نرجع إلى ما قبل 17 ديسوم 2010 للديكتاتورية هذا لما مجال إليه ولا للعودة للوراء نحن الأمام نقسوا الحرية نقسوا إلى دولة قوية دولة عادلة دولة تحفظ كرامة دولة القانون والمؤسسة دولة في نفس السياق مع سيطين معناها الشقول معناها اللي عمل يتحمل مسؤوليتي ولا ما عملش براء المشنو الأهم معناها هو في إطار معناها قضاء ولا مستقل وعادل تطبيق سيهم نقطة وحيدة علمية على النسك كل دولة على المساواة سمحني أخت سيهم نقطة وحيدة نسيتها وسمحني سفات عدد ذكرتني انتباهها برك الله وفيك لا للتشفي أنه نسمعه بفلان تم مزدار في حقه بطاقة يداع بالسجن يعني نتشفيه خاصة في وسائل التواصل لا للتشفي أما نعم لعدالة وليقانون عادل مع الجميع واضح نحكي على القيروين حكي التوسية طيب على أنكم في الحملات الانتخابية قربت ويسر للمواطنين حكيتوا معهم زرتوهم شفتوا شنو مشاكلهم اليوم السيدة النواب كيفش تنجموا يعني شنو تنجموا تقدموا للجهات وللمواطنين اليوم اللي أعطوكم الأصوات وحتى اللي ما أعطوكم شي الأصوات متاحهم انتم تمثلوا كامل أهلي القيروين نبدأ معكسي أيمن نقرى شنو تقول الناس اللي انتخبوك ولي ما انتخبوكش زيدها كيف كيف شنو كان فهم بعض المشاريع اليوم نجاوزنا المرحلة هديكة وكان عادي جدا فما هو تنافس بيننا عديد المترشحين وكل معنا المترشح كان عنده نصيب من أصوات الناخبين اليوم لكلنا معنا نمثلوا دائرة كاملة ونمثلوا وجهة كاملة ونمثلوا بلاد كاملة معنا جمهورية كاملة نحن معنا في الأخر اسمه نايب شعب معناش استثناءات هما هذاك معنا تواصلوا معهم بصيفة عامة وهما بيدهم اليوم تقول تلك بلا ما كانش فما حتى في الحاملة الانتخابية حتى اللي تلقاها مساند مترشح آخر ما تسمع منه حتى شي خائب بالعكس يفرح بيك يحكي معاك يبلغ لك مشاكله وفي نهاية المطاف يقول لك بصريح لا عبارة أنا مساند المترشح فلان فلان ربما عقرب له ربما عنده فيه ثقة اكثر ماشي حتى اشكال في نهاية المطاف نحنا اليوم نمثلوا الناس هذو ما الكل بس معناها مصحيح الحل راه ما هو معناها الانستان معناها معناها بشي يكون موجود مشاريع القوانين كي نحكي عليا مشاريع القوانين مش فكرة معناها مواطن انك انت تحب معناها كي ما قلت لك تعمل تحرير المبادرة بار اكزامبل او تعمل معناها تسعى الى رقمانة الادارة او تسعى الى معناها ممثل الحياة اليومية المواطنين او تسعى الى توفير معناها كي ما قلنا حكينا على المستشفى كي ما حكينا على معناها بش تتحسن من قطاع الصحة هذو ما الكل راه ميصيروا بالتنسيق عليش نحن نرجع ديما كي ما قلنا لكلنا النواب الكل مع بعضنا راه اليوم كي نحكيوا على قطاع الصحة في القروان اللي بش نمسوا به المواطنين اللي قاعدين يعانيوا معناها كي ما ناس ما في حالات حتى لحد البارح بركة ناس ما في حالات اللي ناس معناها يجي في القروان ما ينجمش ما يلقى حد شايز مو يمشي السوسة وما عندوش حتى امكانية متاعتها نقل وما عندوش حتى هذي الكل معناها يزننا النواب الكل معناها يكونوا يد واحدة راه اليوم وحدك ما حددتوش اولوياتي ايمان ما حددتوش محددين محددين اولوياتنا اولوياتنا نحنا بش نهتموا بقطاع الصحة بش نهتموا بقطاع الشباب معناها هنا في الجهة متاعنا بش نهتموا بالبنية التحتية متاعنا معناها بش نحاولوا معناها وروا هذي المحاولات هذه لو فهم كما نقوله النجمو نسقم على مستوى وطني مع وزارة التجيز كما النجمو عنها هنا المجلس جهوي معناه هو ما اسمه مجلس جهوي للتنمية وعنده ميزانية مرصودة ليه باش نحن نحده معناها أماكن التدخل اللي هي تستحق أكثر من غيرها وليوم زيدا سأيمنت نجمو تضغته كنويب زيدا من المنطلق متاعكم على مشروع مستشفى الملك سلمان هدايا مفيوش حتى نقاش هدايا مفيوش حتى نقاش كنا فيه وانا قلت خاطر نحن كنا نحكيوه على البرلمان اللي بنعاود نقول لو رو البرلمان مش معناها مجرد احنا داخلين رو اليوم انت في البرلمان عندك ساعة أولويات عندك قوانين جايتك من السلطة التنفيذية اللي هي عندها أولوية رف واليوم تتصور انت ركبش تدخل البرلمان بش تلقى معناها الشي مكدس رو انت اليوم معناها كيفش تقدم قوانين مشاريع قوانين رو يزم نعرفوا معناها الاجراءات متاع تقديم قانون مش نحكي كان على عدد رو نجمو نتلمو حتى ثمانين ونقدموه القانون اما الاجراءات متاعوك فش تعدى وحتى يمشي للرئيس المجلس وحتى يتعرض على المكتب وحتى يرجع لللجنة وحتى يرجع من اللجنة مرة أخرى وحتى تتحدد له جلسة عامة القوانين رو يمش معناها يا سمعني شربة مية طف طف شو نبدوها كما هكا فاما القوانين تعدى ونحن نحكيه اليوم كما قال سفاتها على الدبلوماسية البرلمانية وانا فكرتها لك قبل لانتوا اللي تعرف فاما مجموعات صداقة برلمانية راي هديك اللي تخدم في الدبلوماسية البرلمانية قلتها وانا اعود نقولها اليوم انا نتمنى انه يكون رئيس لجنة صداقة تونسية البرلمانية السعودية تونسية السعودية يكون واحد من اولاد القيروان خليه ينظم معناه وخليه يكون فاما لقاءات بصفة رسمية يكون على اتلاع معناه مع السلطة الرسمية مع وزارة الخارجية مع وزارة الصحة الى غير ذلك واضح خلينا نمشي معك سيروتفي في هذا الخصوص ده شنو تقول الناس اللي انتخبوك شنو ما اولوياتك اليوم في مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع بقية نواب القيروان بخدمة جهة القيروان وتونس في نهاية الامر اولوياتي هي معناتها ما زالت متواصلة مانيش مش انحيد على برنامج الانتخابي على مطالب الناس اللي امنتوا بيوا اعطتني ثقتهم اولهم اولهم لحقيقة هو الماء ثانيا هو الطريق ثالثا هي الصحة التعليم والتشغيل النقاط هذة مكل ما هوش لطفي سعداوي اللي معنتها بش يجيبهم واحده اكيد بتكاثف من الصلاة المحلية الجهوية والوطنية ولحقيقة انا ما زلت ما اديتش ليمين في البرلمان ولكن عندي مدة كبيرة اني بديت انتحرك ليس بصيفتي معناتها اصبحت نائب على جائها ولكن بصيفتي معناتها عمل انساني اصبحت تواصل يومي مع الولاية مع الادارات المحلية بانه خاصة خاصة لحقيقة معناتها احنا مقدمين على صيف معناتها حار جيف في تونس ونحكي على ممكن في المدينة ما يحسوش به اما في الارياف معناتها حار جيف فيه لليه ولله ولله لقصو بيه عطل ماشا الدقنيه يعني مالله معناتها مش نحكي لك على كلمات وزير انا نحكي لك على نحكي لك على المانة والله المانة نحكي لك على المانة لانا نحكي لكم الكل تقريبا مسائل حياتية لا نقاشة فيها مانيش نحكي على وسائل طريفية واضح سيطايب طالبي شكرا مقدسي هام والله الانتظارات كبيرة برشا احنا محملين بمسؤولية كبيرة برشا وبامانة كبيرة برشا انا نخبنا لك كلي نخبونا كلي ما نخبوناش احنا رانا ننخلو جهة كاملة دول انتخابات وفيت دول ندخلو في مرحلة متاع اي هيت اجبتنا اجبتنا المشاريع بجهة القروية نري معطلة برشا يزينا نفهمو حاجة على اقل منطلق المسؤولية اللي مارستها على مستوى ثلاثة سنوات في رئيسة بلدي رجادة يزي بنفهمو حاجة انو القوانين هي تجعل بيش تسهل لحياة بتاع المواطن وتطور وتكون مساهمة للتنمية احنا عنا قوانين مكبلة للتنمية ومكبلة لانجاز المشاريع اول شي هذا وهذا وظيفتنا وهذا دورنا بيش يكون بيحاول الله انو من المؤكد ان تستنى فينا ترسائنا بتاع التشريعات وقوانين جديدة ان شاء الله بيش نكبوا عليها وان شاء الله بيش ناخد معلقة قل بيش نجيبوا لجهتنا مشاريع التنموية نجلبوا الاستثمار وعنا اهم شي ولي ذكروا سياهم نتوى عن المستشفى الجامع الملك سلمان يعني سنوات وسنوات 2015 ونتحدثوا توى في جويلة 2023 بيش تنطلق الاشغال ان شاء الله ان شاء الله تنطلق اللي نوعدو بيه الاهيلي بتاعنا انو اي جديد اي حاجة يعني جديدة بالنسبة المشروع بتاع المستشفى الجامع الملك سلمان بيش نكونوا بتواصل مباشر وبشافافية وبوضوح تيم توى سيلوتفي يحكي على الماء ويحكي على الضوء هما هذو مضروريات حياتية سيلوتفي لكن للأسف الشديد لبليد متاعنا وانو صنع انو كيجي بيش يعمل في تزويد جهة معينة بالماء الصالح للشراب خلك مشروع تنموي بكل فت كذا كذا اللي هو ما هيش هذيك المشاريع التنموية راي المشاريع التنموية تعمل لي منطقة صناعية تجيب لي مستثمر تحدث لي مصنع جديد تحدث لي حاجة جديدة تستوعب الكمة الهائلة بتاع العطلين على العمل هذيك المشاريع التنموية هذيك ضروريات حياتية للأسف الشديد انو تراجعنا والقوانين بقاتبالية ومكبلة وانو كي نعملو ندخلو الماء الجهة معينة عملنا انجيز كبير وكبير برشة واللي هي ضروريات حياتية ومن برنسيب من الأشياء اللي تمشي مطبعاتها هذيك واحنا ننكبو على منطقة صناعية موجودة بالشمال بالمطبسطة نتحدث على منطقة صناعية يزيمها تكون بجنوب الولاية زيدي يزيمها تنالحظها السكة الحديدية المدينة الصحية المجتمعة متاعنا كله توا ولا سبعية ثمانين بالميارة وتحت خط البقرة ريما عنيش طبقة الوسطة الطرحات صحيح الموظفين اللي الدخل متاعه مليون ومليون ونصف جميلة صحيح ولا تحت خط البقرة ما عادش عنده كذا الناس كلها ولا تشك ولا تعطيني موضوع متاع الشهول السماعي يجي شوف يعطيني بطاقة علاش الكرني لا بيدو كرني الأصفر رغم الأشياء وضح سيد طيب ذو ما من بين الأولويات إن شاء الله سيفة حيء شيء مؤسب جدا كالناس مع سيد طيب معناها أبصد ضروريات العيش الكريم معناها تولي كأيني كمليات معناها بالنسبة لبعض الجهات ونبعض المناطق ريفية خاصة الماء صالح للشراب على كل أنا متفائل جدا لهم كلك معناها بالنسبة على القل على قل بخاطر هذا المطلع عليه معناها أداء للسيدة أعضاء مجلس النوم القرون خاطر الكل هم واعين بالوضع معناها في القروان فيما يخص التنمية الجهوية متاع القروان والكل هم متحملين مسئوليات متحملوا مسئوليات هذا مما لا شك فيه وعندهم خبرة وتجربة معناها في الميدان وإن شاء الله باختصار شديد شو نقول بالشرعية اللي خداوها معناها من صدق الاقتراع وناس أعطاتكم سيكا ونتخبتكم إن شاء الله تزيدوا الدعمها بما يسمى بمشروعية الإنجاز العمل والإنجاز سواء لفائدة القيروان ولا فائدة تونس بصفة العام مواضح شكرا لك سيفاتحي نشكر كيفة الحضور اللي كانوا حاضرين معنا قبل ما نعطيكم كلمة الخطام يعطيكم الصحة على قبول الدعوة والحضور في إذاعة اللي تغيبوا لحقيقة ما نعرفوش وشنو الأسباب رغم تأكيد حضورهم البارح ولكن ديما نحبه النائب يقد في تواصل مع الأعلام الجهوي والأعلام المحلي لأنه هو النائب كيف يحب يبلغ حاجة يمشي للأعلام وسيلة الأعلام هي اللي يبشي يسمعوا بها نسي كل ما نجمشوا قد يمشي من شخص لشخص بالتالي التواصل مع وسائل الأعلام هذا مهم جدا وتحية لكل النواب اللي لبيوا الدعوة لليوم نشكرك برشا سيأيمان نقرأ عن دائرة القيروان الشمالية يعطيك الصحة كلمة الخطام شنو أتقول يعيشك سيأيم برك الله فيك كما قلت لك نحنا بحول الله لكلنا معنا على ذمة وسائل الأعلام وعلى ذمة الناخيبين متاعنا بقدر الإمكان معنا ما نبخلوش حتى حتى شي معنا في حتى جزئية تقريبا معنا في الشي ده إن شاء الله بقلت ربي معاولين على ربي معاولين على الناس باش تتفهمنا رانا جايين باش نخدموا باش نخدموا باش نخدموا بحول الله باش نضربوا معنا على الطاولة باش نفكروا حق القرواة مش فوقوا حق بلادنا ما نعم معناها نقدروا الناس الكل ولكن أنا ما معنا حتى 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 حدوا نقدرهم ولكن حق جهتنا نحاولوا ناخدوا قدرة الله كما يقولوا فيها معناها ونخدموا مع حسنش وقل أعملوا فصير الله وعملكم ورسوله والمؤمنين وقدرة الله موافقين مع الشكر مراخ إن شاء الله شكرا لك سي لطفي سعداوي عن دائرة شبيكة حفوز يتكسحها على الحضور وكلمة الختام نخليك شنو تحب تقول نحاب نقول أنه لطفي سعداوي ما هوش مترشح عن دائرة حفوز الشبيكة لطفي سعداوي نائب شعب مترشح على تونس كاملة وذلك علش تسموه نائب شعب لطفي سعداوي مش شي يوصل صوته على مشاريع الوطنية بأكملها لأنه المشروع الجهوي ما يدومش اللي يدوم هو المشروع الوطني اللي مش تونس كاملة والمشروع الوطني راهو ينعكس على ولاية القيروان وعلى دائرة الانتخابية حفوز الشبيكة واضح نشكرك باشا زي داسي طيب الطالب عن دائرة القيروان الجنوبية على تلبية الدعوان خليل كلمة الختام أختي سام نستسمحك تقدمنا النواة سيد النواب وانه نستسمحهم باش نتكلم باسمهم أنه نائب عن جهة القيروان لشبيكة لحفوزة وسلتية لقروية قروية لأنه باش ندافوا على القروية واتفقنا في هذا وإن شاء الله ماشيين في العملية هذي نشكركم انتوما إن شاء الله الحياة تفهم تكون وسيلة إعلامية رائدة في جهة القيروان والعملية هذي انت استدعى سيد النواب تكون يعني دورية شهرية المثال وكذا وإحنا معناش نزيل بالعكس إحنا نزيد دورنا باش نوصلوا المعلومة ونوصلوا موقفنا ونوصلوا ورانا للسيد الأهلي بتاعنا لنخبيرنا بتاعنا ولي عندهم الحق باش يسمع الناب بتاعه يسمع التفكير بتاعه والتوجهة بتاعه وإن شاء الله احنا رانا تقدمنا للانتخابات هذي لنا على الأفراد وأنا كفرد نحكي على نفسي راني تقدمت لأنه القروية منذ الاستقلالي لليوم القروية المهضومة القروية المضطهدة القروية المنسية احنا متقدمين باش ندافوا على جهة القروية القروية ربعة الثلاث هذي مكانتها وأهميتها ودورها الاقتصادي ودورها الجغرافي في البلاد التونسية رو كبير برشة وإن شاء الله نحاولوا باش نردوا كالريادة متاعها وكل تميز متاعها كما تولدت كبيرة يزمها تبقى كبيرة وإن شاء الله بأولادها وبالوخيين اللي موجودين النواب هذوما إن شاء الله القروية تاخدوا حظها وأكثر زيادة من حظها إن شاء الله كلمة الختام سي فتح شكرا برك الله فيك استاذة سيهيم حاجتين نحب نقولهم أول حاجة أحببنا أم كارهنا برس النواب هذي المنتخب لبنة جديدة تنظاف إلى المسار الجديد في تونس وإلى ترسيخ وتركيز ما نسميه نحن نسميه في السياسة دولة القانون والمؤسسات هذه لبنة أخرى وإن شاء الله معناها يقع استكمال المؤسسات الأخرى كما المحكمة الدستورية وهلما جرى وهذا كيساهم بطريقة أو بأخرى في دعم الاستقرار السياسي في تونس هذا من ناحية من ناحية أخرى أنا كنتك متفائل ونشكر كثيرا شكرا جزيلا السيد النواب نواب القيروان كما قال سيطايب نشكرهم على حماسهم على الأقل متحمسين إلى أبد حدود دايدانهم الوحيد هو خدمة القيروان وخدمة مصلحة تونس بسببت العام شكرا لك سيفة سجيرة تحياتنا زيدا لسيكاميل الكرعاني النائب عن القيروان زيدا كيف كيف تحية ليه لقدرنا قبيره نظرا لالتزامات بتوفيق لكم الناس الكل إن شاء الله ربي معكم إن شاء الله تخدموا مصلحة القيروان ومصلحة تونس إن شاء الله هكا نكون وصلنا الختم غيكب ميدي لليوم نشكركم الناس الكل أحمد المخلوب في سيف دين بول عرس أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية كنت معكم سيهم حمدي ملاحدة شنوص حتى التواند قبل غدوة في غيكاب جديدة في لامين